السلام عليكم معاكو عامر عياصره ان شاء الله بهذا الفيديو رح يعرفكو بأفضل تطبيقات للتذكير بالأذان وقت الصلاة التطبيقين اللي هن صلاتك ومسلم برو طبعا لو روحتوا على جوجل بلاير رح يتلاقوا تطبيقات كثير للتذكير بالأذان وقت الصلاة لكن يعني معظم هاي التطبيقات تتميز ان التطبيق يعني ما بيأذن وقت الصلاة ايضا ممكن يكون يعني وقت الصلاة غير دقيق حسب يعني المنطقة اللي بتعيش فيها فان شاء الله بهذا الفيديو رح يعرفكو بأفضل تطبيقين للتذكير بالأذان وقت الصلاة اللي هو صلاتك ومسلم برو هذول التطبيقين بتميزين ان الخلوي بيأذن عندكو صلاة حتى لو كان يعني الهاتف مغلاق او مغفول ايضا توقيت الصلاة دقيق جدا حسب المنطقة اللي بتعيش فيها وراح حطوكو روابط تحميلهن اسفل الفيديو من جوجل بلايه لكن مبدئيا بنصحكو بتطبيق صلاتك لانه يعني اعداداته اسهل ايضا تقدر تعمل الضبط لأوقات الصلاة بشكل يدوي خلينا نفتح تطبيق صلاتك ونشوفه لاحظوا هاي اوقات الصلاة ايضا تطبيق التعامل معه السهل يعني مجرد انك تضغط هنا حتى تضبط المنبهات كل صلاة يعني في لها اذان مثلا الشرق رح يعطينا صوت منبه ايضا مثلا خلينا نشوف المغرب يعني لوك بس على المغرب تقدر تغير مثلا لصوت اخر مثلا منبه او يعني اذان تقدر يعني تتحكم او انك تلغي بالمرة سي هيك انا رح اخلي اذان ايضا الميزة الثانية بتطبيق صلاتك انك تقدر تعمل ضبط يدوي لأوقات الصلاة خلينا نشوف روح على الضبط هنا فوق خلينا نروح على حساب اوقات الصلاة طبعا هون بالاسفل فيه تعديل اوقات الصلاة مثلا الفجر خلينا نشوف الفجر طبعا الفجر بأذان على الساعة خمسة وسبعة دقائق لكن بين الاذان والاقامة تقريبا نصف ساعة فمثلا انا بدي اياي اذن قبل الاقامة بعشر دقائق بقدر يعني ازيده عشرين دقيقة عن وقت الاذان هون بحط زائد وضغط على الزائد طبعا هيك رح اذن بعد عشرين دقيقة عن وقت الاذان الفعلي يعني قبل الاقامة بعشر دقائق موافق فهي الميزة الثانية بهذا البرنامج انه بتقدر تعمل ضبط يدوي لأوقات الصلاة طبعا هذول التطبيقين رح تلاقروا بالتحبير هنا اسفل فيديو بالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة ويعطيكم العافية